بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فمع الدرس السابع عشر من سلسلة دروس شرح خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار لعلام قاسم ابن قط البغا رحمه الله ونفعنا به ووصلنا إلى قوله المطلق والمقيد قال رحمه الله والمطلق وهو ما دل على بعض أفراد شائع لا قيد معه نحو رقب لا يحمل على المقيد الآن مطلق في اللغة يعني مرسل شيء أطلقته أطلق صراحة وينخرجه أما قيده وضع قيده في يده تمام في اللغة القيد هو الذي يربط له فحينما أقول مثلا رجل هذا مطلق حينما أقيده بوصف أقول رجل مؤمن طالب مطلق طالب أندونيسي هذا قيد وهكذا فالمطلق ما دل على بعض أفراد شائع لا قيد معه نحو رقبة 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 فتح رقبة رقبة مؤمنة لم يقل مؤمنة قال رقبة فهذا اسمه يش مطلق حينما يقول رقبة مؤمنة هذا مقيد قال لا يحمل على المقيد وهو الدال على مدلول المطلق بصفة زائدة يعني النفس مدلولة المطلق زائد القيد الذي هو الوصف الزائد فهو رقبة هذا مطلق مؤمنة قيد بصفة زائدة أي لا يقانع قال والمطلق لا يحمل على المقيد عبارة الشيخ هذا لا يقيد بقيده عندنا وإن كان في حادثة واحدة إذا كان الإطلاق والتقييد في سبب الحكم الآن عند الحنفية لا يحمل المطلق على المقيد ضمن هذا التفصيل الذي ذكرناه ألا سنذكره بعد قليل فقال إذا كان في حادثة واحدة حادثة واحدة والتقييد في سبب الحكم فهنا لا يحمل المطلق على المقيد كيف؟ كقوله صلى الله عليه وسلم أدو صاعا من قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد صغير أو كبير رواه عبد الرزاق وأبو داود من حديث عبد الله بن ثعلبة هذا الحديث هذا مطلق لم يقيد قال عن كل حر وعبد صغير أو كبير فهنا لم يقيده بقيد جاء حديث آخر وهو حديث وقول عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين كلمة من المسلمين قيد قيد بين في الرواية الثانية أنها لا تجب إلا في المسلمين فمن كان عنده عبد كافر وهو يمونه وينفق عليه فهل ينفق هل يدفع عنه صداقة الفطر أم لا الرواية الأولى مطلقة حيث ذكر العبد مطلقة الرواية الثانية مقيدة فالحنفية يعملون كل رواية على حدة فيقولون هذه الرواية هذه الرواية مطلقة فتجع على أطلاقها طيب قول ابن عمر يقول قول ابن عمر هذا صحابي وربما يكون له رأي اجتهاد ربما يكون من فهمه هذا يعني تحتنا المسلمين تقبل الفهم يعني هذه يقابل الفهم خاصة أنما الصحابة اختلفوا فيها وانتبه لهذه المسلمين قل ما تجد واحدا من الأمة انفرض بمسلم قل ما تجد اللي من الأربعة قل ما تجد غالبا تجد الصحابة اختلفوا على قولهم في المسلم فيقول هذا المطلق يجع على أطلاقه خاصة أن حديث عبد الرزاق وأبي داود هذا فيه يعني من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام هو أدو كذا وكذا يقول النبي عليه الصلاة ما قيد بهذا لو كان النبي هو الذي قيد لقدنا نلتزم بالقيد أما القيد جاء من الصحابة وإن رفعه وإن يعني كان في حكم المرفوع الأول مرفوع لفظا الثاني مرفوع حكما أيهما يقدم المرفوع لفظا لن لفظا حكما أم المرفوع حكما فقط فقال رواية عبد الله بن عمر هذه نعم هي في حكم مرفوع لكن الأولى مرفوعة فعلا ليست في حكم المرفوع إذ سبب الفطرة بالعقل سبب الفطرة رأس يمونه ويلي عليه هذه إذن الحال الأولى أو كان الإطلاق والتقييد في المحكوم به في حادثتين نحو قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة وفي كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة فلا يحمل يقول هناك اختلف السبب واحدة من الكفارتين في تكفير اليمين والثانية في كفارة القتل يعني يمين الظهار الأولى في يمين الظهار أو في الظهار لا يشعر أن يكون يمين في الظهار الله تعالى قال رقبة وفي القتل قال رقبة مؤمنة يقول السبب مختلف والحكم مختلف وهما حادثتين مختلفتين فما أدرانا أن الشارع يريد الإطلاق هنا والقيد هنا السبب مختلف والحكم السبب مختلف هنا سبب التكفير هو الظهار والثاني سبب هو القتل يقول ما أدراني قد يكون بهذا القتل فيه معنى وهو أنه يعني كأنه يحي نفسنا نفسا مؤمنة من جديد بخلاف موضوع الظهار فهو مفتوح يمكن أن تجزئ كل كفارة فإذن اختلف الاطلاق في حادثتين مختلفتين وإن كان في حادثة واحدة يحمل ضرورة نحو صوم كفارة اليمين أطلق في القراءة المتواترة وقيد بالتتابع في القراءة المشهورة وهي قراءة عبد الله بن مسعود كما رواه بن أبي شيبة وعبد الرزاق من طرق الآن قراءة متواترة فصيام ثلاثة عفوا قال في كفارة اليمين ماذا قال صيام ثلاثة أيام هذه قراءة متواترة في قراءة مشهورة والمشهور في العمل له حكم متواتر وإن لم يكن قرآنا لفظا يعني لا يكفر منكره فصيام ثلاثة أيام من متتابعات ابن مسعود رواه فغالبا أن يكون سمعا من النبي عليه الصلاة والسلام فهنا قراءة مشهورة تقول متتابعات قراءة متواترة تقول ماذا تطلق فيقول القيد هنا مراد القيد مراد فنقول لابد من التتابع في كفارة الصيام هناك مثال أوضح من هذا وهو ماذا قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ما هو الدم المحرم عندنا لماذا لا يكون مطلق الدم فهنا الحنفية يقولون ما دام الموضوع واحد والقضية واحدة والسبب واحد ومتحدة من جميع الجهات فالدم المراد هنا هو ذلك الدم الذي قيد فيه مكان آخر أو دما مسفوحا فالتحد السبب يقولون التحد السبب لكنون التحد السبب والتحد الحكم كل شيء متحد والموضوع واحد فيحمل المطلق على المقيد فنقول لابد من الدم الحرام هو الدم المسفوح يعني الذي يخرج أثناء الذبح وإنما لا يحمل المطلق على المقيد في غير الصورة التي ذكرنا لإمكان العمل بهما يقول في غير الصورة التي ذكرناها يمكن يكون دليلان وأعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما الدليل الأول يقول الموضوع كفارة الظهار فإذا ما أردت أن تكفر فعليك برقبة الشارع كان قادر أن يقول رقبة مؤمنة في الموضوع الثاني وهو كفارة القاتل قال رقبة مؤمنة فقال هؤلاء هذين ديلا ليس دليلا واحدا لو كان ديلا واحدا مثل الدم والدم المسفوح لحملنا واحدا منهما على الآخر وهنا مختلف الموضوع صارا كأنهما دليلان وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما لذلك قال الشيخ هنا وإنما لا يحمل المطلق وعلى المقيد في غير الصورة التي ذكرنا لإمكان العمل بهما وكل ما أمكن إعمال الدليلين وجه بقيت مسألة صغيرة لا تستحق أن تأخذ درسا مفردا وهي مسألة القران في النظم قال القران في النظم هل يوجب القران في الحكم والقران في النظم لا يوجب القران في الحكم على فكرة حتى عند الشافعية هذا المسألة عند حنفية وعند الشافعية القران في اللفظ لا يوجب القران في الحكم الله مثل ماذا يا شافعية أنتم شافعية مثل سنة الفطرة سنة الفطرة ما هي النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عشرة من الفطرة لماذا يقول يا شافعية لأن الشافعية قالوا بهذا يقول هذه سنة يقول نعم لا قران لا يوجد قران لكن من دي الآخر فيقولون مثلا هذه الأشياء اقترنت معا قد تأخذ حكما واحدا قد تأخذ أحكام متعددة ما هي العشرة من الفطرة السواك قص الأضاف الختان فالختان واجب عند الشافعية مع أنه اقترن بأشياء كلها مسنونة فالشافعية هنا سيقولون ماذا سيقولون هذه الأشياء اقترنت عفوا واقترانها في اللفظ لا يوجب اقترانها في الحكم فمنها واجب ومنها مندوب فالختان واجب عند الشافعية وباقي الأشياء مندوبة عند الشافعية الحنفية يقولون بنفس القاعدة ولكن هنا هنا يقولون الأذاء الختان لأدلة أخرى دلت لعنه سنة ولكنه من سنن الشعار ايش من سنن الشعار يعني مثل الأذان لو تركه الناس يقاتلون عليه لأن من شعارات المسلمين أنهم يختتنون فاندحنا فيها سنة مؤكدة جدا تقترب من الواجب ولكن ليست واجبا نعم إذن قال والقران في النظم أي الجمع بين كلامين بحرف العطف نحو قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هنا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة اقترنا بحرف العطف قال لا يوجب القران في الحكم فحكم الصلاة شيء وحكم الزكاة شيء حكم ما في ماذا قد يقول قائل حكمهما في الوجوب نعم كلاهما فرض صحيح ولكن ربما يقول قائل بما أنهم اقترنا بالواو والواو عاطف والعاطف يغتضي التشريك فإذا لا يبد أن يشركا في أحكامهما كيف يشركا في أحكامهما كيف يشركان في أحكامهما يقول إذن الصلاة لا تجب إلا على كبير بالغ فالزكاة لا تجب إلا على كبير بالغ ننتبه جيدا نحن لا نناقش الدليل الدليل القاعدة متفق عليها بين حنفية والشافعية هنا أن القران في النظم لا يوجب القران في الحكم ولكن النقاش في المسائل فقد يأتي شخص ويستدل بهذه القاعدة قاعدة الاقتران فيقول الصلاة والزكاة يأخذان حكما واحدا كما سنأتي قال الشيخ الجمع بين كلامين بحرف العطف نحو قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآثوا الزكاة لا يوجب القران في الحكم عندنا وقال بعضهم ماذا قالوا يوجب ذلك الاقتران فلا تجب الزكاة على من لا تجب عليه الصلاة بسبب ذلك بما أنهم اقترنا بالواو فلا تجب هذه إلا على من وجبت عليه تلك لأن العطف موجب الاشتراك مع التسليم بالقاعدة أن القران في النظم لا يجب القران في الحكم هذا الحكم هذا القول غلط قال ولنا للجمهور جمهور الحنفية والشافعية والعلماء أن الشركة للافتقار لا للعطف بدليل قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار يقول الجمهور ليس وجود الواو عاطفا دليل دائم على التشريك في الحكم بينهما بدليل لماذا شخص عنده زوجتان فيقول للأولى هند يا هند أنت طالق ثلاثا ويا دعت أنت طالق هل يوجد أحد من العلماء يقول بأنه يجب عليه أن يطلق كل واحدة منهما ثلاث مرات لأنه قد اخترنا بالواو فالعطف بالواو نعم يوجد عطف لكن التشريك للافتقار إذا افتقر إلى الرابط بينهما فكان في حكم واحد عند ذلك نقول إن العطف يقتضي التشريك يقول بماذا بدليل قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار هل يمكن لقائي أن يقول محمد رسول الله والذين معه رسل الله لا يمكن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام جملة تامة مفيدة يوجد عطف بينهما ولكن لا يوجد اشتراك بينهما لأنه لا تفتقر جملة منهما إلى الجملة الثانية فكل جملة مستقلة عن الجملة الأخرى لماذا لأن العطف بالواو يقتضي المغايرة نعم ولكن لا يقتضي التشريك إلا إذا وجد الافتقار فلو افتقر إلى معنى المشترك بينهما عند ذلك نحكم بالعطف والتشريك أما العطف موجود والمغايرة موجودة ولكن التشريك في الحكم لا بد له من دليل آخر حتى نحكم به نعم إذا وجد الافتقار وجد التشريك إذا لم يوجد نبقى على الأصل فالقران في النظم لا يوجب القران في الحكم والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين